ما قال سبحانه وتعالى فمن هذا المنطلق كان صبره صلى الله عليه وسلم وكان حلمه على قومه وكان يعلم الناس كيف يكون الجود والكرم وكيف يكون الصبر على المحن والإحن والابتلاءات من هنا رأيناه صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله عز وجل كما في سورة الحجر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقف صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وأخذ يدعو قومه ويقول يا بني فهر يا بني عبد مناف فالكل يجتمع إليه فهم يعلمون كيف صدقه ويعلمون كيف أمانته وكيف رحمته فيهم صلى الله عليه وسلم الكل يقف أمامه ويقول لبيك وسعديك يا رسول الله وهم لا يعلمون أنه رسول إلى الآن ولكن حينما قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب والعجم من هنا وقف عبد العزة اللي هو أبا لهب وقال له تبا لك لهذا دعوتنا من هنا نزل قوله تعالى تبت يدى أبي لهب وتب من هنا انطلق الحبيب صلى الله عليه وسلم من عند الصفا وما أدراكم ما الصفا بجواء الكعبة المشرفة ويوازيه جبل المروة في هذه المساحة الشاسعة العظيمة يقف ويتجلى بأنواره صلى الله عليه وسلم وسبحان الله العظيم سريعا ما تمر الأيام بعد الصبر على هؤلاء الذين ألجأوه إلى أن يكون في شعب أبي طالب ثلاث سنوات وهو محاصر صلى الله عليه وسلم ومعه من آمن من قومه صلوات الله وسلامه عليه تمر السنوات والأيام حتى تمر ثلاثة عشر عاما أو سنة على وقه التحديد وإذا به صلى الله عليه وسلم يرسل بعض الصحابة إلى بلاد الحبشة يفرون بدينهم ومن هنا يقف صلى الله عليه وسلم ويلتجئ إلى ربه داعيا مولاه سبحانه وتعالى ياترى ما الخطب بعد هذه الفترة الزمنية التي صبر على جفاء هؤلاء وهم يريدون قتله ويريدون إبادة هذا الدين والعياذ بالله وإذا به صلى الله عليه وسلم قد فوض الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى ولكن الأمر على غرار ذلك من كفار مكة يقفون مع بعضهم البعض ومنهم أبا جهل فيقول أحدهم نقتله والآخر يقول نخرجه من هذه البلدة والآخر يقول نسجنه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي ليسجنوك يريدون سجن النبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هم يريدون بمكرهم إبادة هذا الدين والعياذ بالله ولكن دين الله غالب والله غالب على أمره سبحانه وتعالى هؤلاء وقفوا جميعا وأخذوا يتشاورون ويبدون كل واحد منهم رأيه حتى أن إبليس عليه لعنة الله وقف متجسد بجسده بين هؤلاء وسألوه من أنت قال أنا رجل من نجد ونجد كما نقول هي اليوم بلاد القصيم إلى منطقة الرياض هذه المنطقة التي حددها قال أنا من نجد وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا فقال صلى الله عليه وسلم عندما سئل ونجد يا رسول الله قال هذه بلدة يخرج منها الشيطان أو يخرج منها قرني الشيطان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هؤلاء وهم يريدون قتله أو سجنه أو إخراجه يا ترى ماذا سيقول إبليس مقالته قال بعدما قال أبا جهل أريد منكم أن تأتوني من كل قبيلة بشاب فتي ونعطيه سيف فبعد ذلك يقتلوه جميعا كل بسيفه قتلة رجل واحد وبعدها يتفرق دمه بين القبائل إذا تفرق الدم بين القبائل يطلبون الدية والدية أمرها هين وسهل تعجب إبليس نفسه كأن إبليس لا يخطر على باله هذه الفكرة فإذا به يقول لست أرى الرأي إلا ما قاله هذا الرجل يريد أبا جهل وأبا جهل كانوا يقولون عنه أبا الحكم وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من قال أبا الحكم فليستغفر الله لأنه لا حكم له إذ أنه قد علاه الجهل وعلاه الجحود والنكران والعياذ بالله من هنا أذعنوا بهذا الرأي وأخذوا المشورة ووقفوا بين يدي بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل من هنا وقفوا جميعا كما أخبر القرآن عن شأنهم وإذا به صلى الله عليه وسلم يخبره جبريل عليه السلام بما قالوا فقال له قل لعلي ينام في فراشك وعلي رضي الله تعالى عنه أرضاه من هذه الخصيصة ومن هذه العطاءات التي اختصها الله عز وجل به أنه يضحي بكيانه كله فداء لمن؟ لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس عباءته صلى الله عليه وسلم ونام في فراشه وإذا بالحبيب يخرج وهم واقفون بين يدي بابه صلى الله عليه وسلم لنا أن ننظر في هؤلاء يقفون وينظرون في الخلل أو الخلل الذي يتخلل باب النبي صلى الله عليه وسلم وجداره إذ أن هؤلاء أو هذه البيوت لم تكن كعهدنا اليوم فأخذوا ينظرون نائم في فراشه وهم لا يدرون أنه علي رضي الله تعالى عنه وارضاه من هنا ننظر إلى حالهم لما لم يتسورون جدار بيت النبي صلى الله عليه وسلم نقول أن عندهم لم يكن عندهم الغدر ولا الخيانة هؤلاء كفار مكة ولننظر فيما بعد إلى صدقهم في الحديث هيجمعان عامر بن فهيرة وهو كافر هيجمعان سراقة وهو كافر كل هذه النماذج ننظر إلى حال هؤلاء لم يتسوروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي نائم في فراش النبي فيخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم في أهبة الاستعدال والتوكل وحسن التوكل على ربه سبحانه ومعه حفنة من تراب ويضع بها على رؤوس هؤلاء القوم الواقفين أمام بيته ويقرأ قوله تعالى يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ثم يأتي قوله تعالى فأغشيناهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فأغشيناهم جدون